حصلت فاجعة عاملات الضيعات بجماعة البراشوة ترتفع إلى 11 ضحية تابعوا التفاصيل أفدت مصادر جريدة هيسبرس الإلكترونية أن عدد الوفيات في حادثة السير التي وقعت على الطريق الجهوية رقم 404 الرابط بين جماعة براشوة والرماني على مستوى دوار بنجاجة بجماعة البراشوة إترى استضام سيارة للنقل المزدوج بشجارة زوال يوم الأربعاء انتقل إلى 11 حالة وفات وحسب نفس المصادر فإن عدد النساء العاملات في إحدى الضيعات الفلاحية اللواتي لقين مصرعهن ارتفع إلى 11 بعدما كان في حدود 5 حالات وسجلت المصادر ذاته أن 23 من أصل 35 عاملة تم نقلهن إلى المستشفى الجامعي بن سينة بالرباط غير أن ثلاث نساء منهن لقين مصرعهن للأسف إضافة إلى الوفيات الثماني السابقة بما فيها سائق سيارة النقل المزدوج ووفق المعطية نفسها فإن معظم الإصابات الخطيرة كانت على مستوى الرأس بينما الإصابات الخفيفة سجلت في صفوف النساء اللواتي فضل الجلوس بدل وقوف خلال الرحلة من الضيعة إلى وجهتهن بجماعة عين سبيت وأفادت المصادر نفسها بأن الضحايا عاملات في ضيعة فلاحية تتراوح أعمارهن ما بين خمسة وعشرين سنة وخمسة وأربعين كنا عائدات من العمل قبل أن تصطدم السيارة التي كانت تقلهن بجدع شجرة إتر انفجار إطار مطاطي فقد بسببه السائق السيطرة على العربة وقد تنقل عامل إقليم الخميسات رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس دائرة الرماني وباشاء المنطقة والمندوب الإقليمي للصحة للوقوف على وضعية الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم وجندت السلطات مختلف مصالحها حيث تم التعبئة 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين صوب المستعجلات بالرماني والرباط وتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة إن لله وإن إليه راجعون فاجعة من العيار التقيل في هذا الشهر الفضيل تغمدهن بواسع رحمته وأسكنهم فاسح جناته مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وألهم أسرهم ودويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء إن لله وإن إليه راجعون نرجو الشفاء العاجل لباقي مصابات من هذه المأساة التي يعد سببها الرئيسي تهورنا نعم تهورنا رغم انفجار إطار إلا أن احتمال سرعة مفرطة وارد هناك سرعة بدون شك متى نستيقض من هذه الحرب المدمر التي نشنها على أنفسنا ترجمة نانسي قنقر